موسيقى دكتور عبد الفتاح لماذا الجزائر مثلا لم ترفض لقاء المنتخب الفلسطيني رغم علاقات التطبيع كما تفضل ضيفنا من المغرب وترفض لقاء المنتخب في الدولة الجارة والعلاقات الاقتصادية والتجارية والعائلية عبر التاريخ مع هذه الدولة هناك تسييس واضح ممنهج تقوم به الجزائر كما يتفضل ضيفنا لأنه بكل بساطة الفلسطينيين محتلين لأنه شعب مظلوم شعب مقهور حتى وإن كان بعض من سلسته اختاروا خيارات ربما خاطئة ربما خيارات غير سليمة لكن في آخر المطاف هم مقموعون هم مقهورون هم يبحثون عن من يساندهم وليس عن من يطعن في ظهرهم بالتالي الجزائر من غير المعقول أن لا تفتح دراعيها لأي فلسطيني لأنه في آخر المطاف هو الطرف الضعيف الذي تعامر عليه الجميع من جهة أخرى كان من المفروض أننا كنخب من المفروض أن على الأقل أن نتعلم من كرة القدم ونتعلم من الرياضة عوض أن نقوم بالزج بربما كلام تافه بشكل كبير جدا في آخر المطاف لماذا الجماهير العربية تحب كرة القدم تحب كرة القدم لأنه فيها مقياس من الاستحقاق لا يمكن لعب الرئيس جمهورية أن يلعبا في الفريق الوطني حتى وإن كان إب الرئيس جمهورية إلا إذا توفرت له المهارات للوصول إلى المنتقب الوطني الجماهير العربية تحب كرة القدم لأنه فيها منافسة شريفة ولأنه فيها النتيجة هي لا تخلو من التسييس دكتور نور الدين لا تخلو من التسييس دكتور نور الدين إذا كنت تتذكر اللعبة التي باتت تسمى واقعة أم دورمان عام 2009 بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري تحولت إلى أزمة دبلوماسية وكان هناك التحشيد الإعلامي والتحشيد الجماهيري والاشتباكات والضرب بالحجارة أي رياضة هنا تتحدث دكتور عن أي لعبة جماهيرية تتحدث إذا كان فيها كل هذا الكم من العنف المسيس أولا هذه حالات خاصة تانيا لا يمكن تعبئة وتوظيف واستغلال الرياضة بهذا الشكل إلا إذا كانت هناك تجاوزات وأخطاع وأخطاع في التصريحات وأخطاع في الممارسات ما حدث في القاهرة حدث بناء على اعتداءات حدثت بطواءة سلطات لكن اليوم نحن نشاهد أن كل اللاعبين وكل اللاعبين القدامى والمدربين يقدمون تصريحات رائعة وحكيمة وعقلانية حول المباراة ما مبرر اليوم حدود أي نزاع أو تحويله إلى سياسي يجب أن يكون هناك مقدمات تسمح بتحويل المواقع إلى شخص سياد في تلك الأتناء كان هناك جو كان هناك رغبة كبيرة في توظيف الحدث السياسي غير موجودة اليوم لأن الجماهر قررت أن تكون أكثر أكثر نج من بعض النخب ومن بعض الإعلاميين وحتى من بعض المسؤولين لأنه قررت أن تفصل بين السياسي والرياضي لأنها تقول هذا ملكي الرياضة ملكي ويحقي لأتمتع به لأتواصل به عندما تنقطع السياسة لأتواصل به عندما تكون هناك المظالم لذلك حتى في تقافة المجتمعات العربية ننجيهم أنهم يناصرون الفرق الضعيفة أمام الفرق الكبرى على أساس أنهم يريدون بحث عن العدلة يريدون فرص للنجاح عندما يكون هناك نوع من الضغط ونوع من المظالم ونوع من الإقصاء المبرج المبرمج بعد الطرق وبالتالي اليوم كرة القدم تعطينا دروس تعطي دروس للسياسة وتقول أتركوا الجماهير بعفويتها أتركوا الجماهير بنيتها الطيبة دعوها على الأقل تتواصل رياضيا لأنها استطاعت أن تحافظ على العلاقات عندما تحسنت العلاقات السياسية وجدت الموروط الرياضي هو الذي ساعد الأمور على أن تكون ما الذي جمع الألمانيتين ما الذي جمع اليمنيتين في مرحلة من المراحل إلى آخره وبالتالي للرياضي وظائف أخلاقية وظائف جيدة أفضل بكثير من توظيفاتها السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة